هروح لمصر مصر الجديدة مصر او الجمهورية الجديدة اللي تقريبا مفيش كده مسئولين دلوقتي باقينا نسمع ان هما بينزلوا وبيتفقدوا اي امور حياتية تخص المواطنين وتخص المواطن المصري الا كله موجه اهتماماته بالجمهورية الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة رئيس الوزراء اللي الفترة دي عليه مئات من علامات الاستفهام ومئات من علامات التعجب عمال بيتردد في كل الاوساط سواء جوه مصر او بره مصر المؤسسات الاخبارية بقى واللي هي كأنها بتطلع تسريبات زي افريكا انتليجنس مثلا او تسريبات تخرج من جوه مصر ان فيه تغيير وزاري جاي ويمكن الموقع الاستخباراتي الفرنسي افريكا انتليجنس الاسبوع اللي فات اللي هو يعني اول مبارح كان بيتكلم وبشكل واضح ان مصطفى متبولي في طريقه الى نقول له باي باي ومش هتبقى باي باي وخلاص ده هيبقى باي باي وانت السبب انت السبب في الخراب اللي طال مصر لكن حتى اللحظة الراجل بيمارس مهامه بشكل طبيعي جدا وبينزل اه مرحش مصانع مثلا المصانع اللي بتقفل يوم بعد يوم عشان يفهم ايه الاسباب مرحش مثلا فيه عند بعض صناع او تجار اللي عمالين بيسرخوا من قلة المستلزمات اللي بيشتغلوا بيها وغلاء الاسعار عشان يحاول انه يطمنهم لا هو راح مدينة الحدايق العاصمة حاجة كده على غرار حدايق الابة في العاصمة برضو القاهرة راح حدايق العاصمة عشان يشوف المشروع ويشوف التنفيذ بيجرى ازاي وماشي ازاي وكان معاه طبعا وزير الاسكان عاصم الجزار ومجموعة من القيادات اللي موجودة في وزارة الاسكان راح وشايف المكان وخصوصا انه حسب ما بيقولوا ان فيه حدايق العاصمة فيه وحدات سكنية مختلفة بمساحات مختلفة بمش عارف ايه وكلها طبعا على احدث مستوى حاجة كده تضيق بانك تبقى من سكان العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية الجديدة دي بدأ الفترة اللي فاتت تطلع لنا كده مش تصرحات الفيديوهات بقى الفيديوهات اللي على السوشيال ميديا تيك توك وفيسبوك ومش عارف ايه تلاقي الواحد من دول كان فيه حفلة اظن الاسبوع اللي فات معمولة لواحد من دقوع الراب يعني بصراح انا مش من محب الراب فمش متابعة قوي مين يعني اللي كان عامل الحفلة دي واحد رايح وشايفين شايفين الصخب شايفين العربيات شايفين الحياة العاصمة الادارية الجديدة اللي بيقولوا عليها صحره وكأن كلمة صحره اللي طول الوقت بتتقال على الجمهورية الجديدة بتاعتهم بقت مزعجة بقت مزعجة وعايزين يشيلوا الانتباع ده عن الناس باي شكل فبيروحوا يعملوا كده كل يوم خميس بالليل حفلة هناك عشان تطلع كام فيديو وكأن الحياة طبعا عامرة جدا في الصحره اللي اسمها الجمهورية الجديدة دكتور مصطفى مدبولي طبعا راح وتفحص وشايف المكان فقال لك يطلع له كده شوية تصرحات قال لك أنا بطمن كل الشعب المصري خلاص المشكلة اللي عندنا بتاعة البضايع اللي موجودة في المواني قضينا عليها تماما والمصانع رجعت للعمل بكل طاقتها دي تصرحات الدكتور مصطفى مدبولي نسمعها منه الحمد لله يعني خرجنا من أزمة المتراكم والبضاعة المتراكمة اللي في المواني وده اللي أكدهولي الحقيقة رئيس اتحاد الغرف أو أمين عام اتحاد الغرف التجارية في اجتماعه يوم الأربع الماضي معايا وكان أكدلي أن النهاردة نقدر نقول كل المصانع النهاردة رجعت الحمد لله تشتغل تقريبا بكامل طاقتها وعندها مخزون يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستبزمات الإنتاج طب يا جماعة احنا النهاردة 28 يناير 2023 ودي تصرحات تصرحات طبعا كلها طمأنينة خارجة من رئيس مجلس الوزراء المصري أن أكدوله أكدوله أن ما فيش أي بضايع ولا أي سلع وقفة في المواني أن كل المصانع في مصر رجعت تشتغل بكامل طاقتها وأن الحياة بقت فلة احفظوا التاريخ ده عشان لما نيجي نحسبه هو المفروض المفروض أن لما مسؤول يقول تصريح والتصريح ده ما يكونش حقيقي يبقى فيه اللي يحسبه ويبقى فيه اللي يقوله لا والله لا والله يا حضرت معالي رئيس الوزراء كلام ده مش حقيقي ده ما حصلش لكن عندنا كلام ده ما بيحصلش في أي مسؤول منهم يطلع يهري زي ما هو عايز بالزبط موضوع الأزمة اللي بتحلو أو شكت احنا بنسمعها بقالنا فترة والحقيقة أن يطلع مصطفى مدبولي يقولك خلصنا عليها إذا كان رأس النظام بنفسه لما طلع الأسبوع اللي فات ما قدرش يقول قضين عليها قالك كان عندنا مشكلة في الدولار وخلاص الحمد لله حلناه لكن ما قالكش أنه هو حل المشكلة من جذورها يعني زي ما طلع يقولك كده الدكتور مصطفى مدبولي لكن خلونا نتفاء الخير نتمنى بنتمنى فعلا 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 أن يكون تم القضاء على المشكلة بنتمنى وبندعي ربنا أن تصريحات معالي رئيس الوزراء تكون حقيقية وأن المصانع رجعت تشتغل مرة تانية بكامل طاقتها أنا دلوقتي لا هقدر أصدقه ولا هقدر أكذبه أنا هعرف من الناس من حضراتكم من بكرة من بعده لما نبدأ نشوف كده التجار بيقولوا إيه أصحاب المصانع بيقولوا إيه ساعتها أصدق وإن كان التصريحات دي مش النهاردة يعني لما يطلع ويقولك أكدولي أن المشكلة انتهت ده معناها أن الكلام ده بقاله أكتر من يوم والمفروض أن النهاردة تكون يعني إيه عجلة المصانع رجعت تدور من أول وجديد لكنها تصريحات هنتأكد أكيد من صحيتها في غطون أيام يعني مش أكتر من كده برضو من ضمن التصريحات اللي قالها قال إن عايز يطمن يطمن الشعب المصري طبعا إن الدولة المصرية بتتحرك في كل اتجاه عشان تحل الأزمة قالك يعني إحنا بنحاول يمين وشمال في الهند والسند رايحين جايين عشان نحل الأزمة وكلنا بنحاول إننا نساعد بعض عشان نعدم الأزمة تعالوا نسمعوا قالها إزاي بالظبط يعني من كل الشعب المصري الدولة المصرية بتتحرك يعني سيادة الرئيس في كل مكان وإحنا بنتحرك كلنا وراء لشان إن شاء الله يا رب نعبر هذه الأزمة العالمية الكبيرة جدا تمام 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 الدولة بتتحرك والدولة إن شاء الله بتسعى جاهدة إنها تحل الأزمة والحياة هو ما فيش طريق قدامهم يعني غير إن هم فعلا فعلا يحاولوا إن هم يقضوا على الأزمة لأن الأزمة اللي وقعت فيها مصر هي الأصعب في تاريخ مصر على الإطلاق والله يمكن أصعب يعني أقول بس في إيه فعلا على الأقل في العصر الحديث أصعب أزمة اقتصادية ضربة البلاد والمشكلة إن إحنا يعني صادراتنا ضعيفة والمشكلة إن إحنا عندنا دين وخدمات دين مهما كانت صادراتك هتلاقي الديون دي عملة كلها لكن ما هو بيقول إن إحنا شغالين عشان نحاول إننا نحل الأزمة النهاردة للأسف ما عندش فيديوهات يعني يعني النهاردة وقت الحلقة دايق شوية كنت سألت يا جماعة ها إيه الأخبار أعرف منكم حاسين إن فيه فعلا تحرك بيحصل حاسين إن فيه احتواء للأزمة بيبدأ يحصل ولا لأ وخصوصا لما أسمع من رئيس الوزراء إن الإنتاج دلوقتي والمصانع دلوقتي شغالة بكل طاقتها وده هيكون السبب في إن الأسعار هتنخفض تعالوا نسمع الحمد لله النهاردة بقينا النهاردة في خطوات طبعا أفضل بكثير الوضع الحالي أهم شيء بالنسبة لي النهاردة إن القطاع الإنتاجي ابتدى يعود بكامل طاقته وده أهم شيء بالنسبة لنا كلنا وده الواحدة اللي حيعمل التوازن بإذن الله في سعر المنتجات كلها في خلال الفترة يعني إيه السلع والمنتجات هتنخفض بالله عليكم يعني كلنا مصريين وكلنا عارفين مصر ماشية إزاي إحنا في أي سلع عندنا في مصر سعرها بيرتفع ونرجع بعد كده سعرها بيرتفع يعني مثلا كرتونة البيض اللي بقت بمية جنيه هل إن شاء الله عشان المصانع رجعت تشتغل مرة تانية هلاقيها رجعت بخمسين تاني ستين تاني زي ما كانت بستين جنيه هل هلاقي مثلا الأدوية اللي سعرها ارتفع وفي منها اللي زاد مية في المية رجعت تاني وخصوصا بقى الأدوية اللي هي لأصحابها الأمراض المزمنة هنلاقيها إن سعرها نزل تاني ولا لبن الأطفال اللي تقريبا عندنا كل أسبوع زيادة جديدة فيه هل هنسمع إن لبن الأطفال سعره انخفض أنا مش عايزة أدخل معاكم بقى فيه إيه طب اللحوم طب الخضار طب الأجبان طب الرز طب السكر طب الزيت مش عايزة أدخل معاكم في ده خالص بس هل فعلا أنا بكلمكم على أدوية بكلمكم على لبن أطفال بكلمكم على البروتين الغلابة البيض هل هنسمع إن الثلاث سلع دول أو الثلاث منتجات دول سعرهم نزل فعلا يا سيادة رئيس الوزراء دكتور مصطفى ولا دي برضو مجرد تصريحات للاستهلاك العادي اللي بتستخدمها مع المواطنين أنا كل اللي بتمنى كل اللي بتمنى من كلام الدكتور مصطفى مدبولي إن ما يبقاش في زيادة جديدة في الأسعار مش إن الأسعار تنزل كل اللي بتمنى إنها تثبت على كده ما نسمعش بكرة زيادة في سلع بقول بعده توقف توقف على كده يبقى المواطن المصري خلاص عارف إن 2023 إن عنده زيادة في الأسعار كده مثلا إيه 30-40% وخلاص مش كل يوم زيادة جديدة تنزل على عاطقه بالشيء مجهد مجهد جدا أنا مهما قعدت أتكلم إزاي ما انتم بتشوفوا ومش هجيب فيديوهات على السوشيال ميديا السوشيال ميديا موجودة استغسات الناس عاملة إزاي صراخات الأمهات اللي بتنزل الأسواق مش عارفة تعمل إيه وجبنا لكم نماذج كتير يعني وفيديوهاتكم اللي بتبعتوها لنا بتكلمونا فيها عن حالتكم عاملة إزاي ووضعوكم الاقتصادي عاملة إزاي فده يعني موجود ومش خافي على حد طبعا هم تصريحاتهم في اتجاه والعالم كله شايفنا في اتجاه تاني زي مثلا مجلة إيكونوميست الاقتصادية ودي مجلة كبيرة وعريقة في مجال الاقتصاد عمل التقرير ينضم للتقارير الأخرى الصادمة جدا عن وضع واقع الاقتصاد المصري الإيكونوميست بتأكد إن الواقع اللي موجود في مصر أسوأ بكتير من الأرقام والتصريحات اللي بتخرج بيها الحكومة طول الوقت المجلة بتتكلم عن في التقرير اللي هي عاملها عن إن لازم لازم إن مصر والدولة المصرية والإدارة المصرية تخرج القوات المسلحة من الاقتصاد لو عايزا هي تعدي الأزمة على خير بتقولك البلد مديونة بشكل كبير جدا عندها خدمات دين بتاكل أي إيرادات ممكن إنها تيجي للبلد الاقتصاد قوات مسلحة مسيطرة على كل حاجة ومفيش فرصة للقطاع الخاص إنه يشتغل أو ينتج أو يبقى فيه يعني عائد حقيقي على البلد لإنه كله رايح لصندوق وميزانية ما حدش يعرف عنها حاجة تضخم الرسمي الرسمي 21% في حين إن إحنا شفنا إن التضخم الحقيقي وصل لتقريبا 100% ومية في المية دي حضرتك تقدر تعرفها بشكل كبير جدا وكويس جدا من الأسعار هل مثلا الأسعار زادت عليك 20% يعني الحاجة اللي كانت بمية بقت بمية وعشرين ولا الحاجة اللي بقت بمية بقت دخلة في 200 وفي 180 وفي حاجات تخطط الميتين كمان عندنا مشكلة واضحة جدا الكل بقى شايفها المؤسسات الاقتصادية كلها بتتكلم إن لازم يكون في حل في تراجع القوات المسلحة من الاقتصاد خطوتين ثلاثة مش خطوة واحدة يمكن يكون ده سبب في حل جزء كبير من الأزمة وطبعا يعني ده أحد مطالب صندوق النقد الدولي إحنا معانا جزء مترجم من التقرير هنسمعه ونرجع لكم مرة تاني المشكلة الأساسية في مصر هي القبضة الخانقة على الاقتصاد التي تمارسها الدولة وتحديدا الجيش لافتة إلى أن الإحصائيين الرسميين يترددون في تقديم إحصاء لهذا وفي حين قالت الحكومة إن الجيش يسيطر على واحد ونصف إلى اثنين في المائة من الإنتاج لكن المدى الحقيقي لتأثيره المباشر وغير المباشر أعظم وتحت حكم السيسي توسعه إن امبراطورية الجيش تضم كل شيء من محطات الوقود إلى المياه المعدنية والزيتون وفي حين سيطر الجيش على سوق تربية الأسماك وصناعة السيارات واستحوذوا على حصص كبيرة من وسائل الإعلام في مصر قام ببناء معمل إسمنت جديد ضخم تسبب في حدوث تخمة في الإمداد دمرت الشركات الخاصة وفي صناعة تلو الأخرى في مصر يضغط الجيش على المنافسين أو يخيفهم مما يردع الاستثمار الخاص حيث لا يمكن لأي شركة عادية أن تنافس هيئة لا تدفع ضرائب أو رسوم جمركية ويمكن أن تلقي بمنافسها في السجن وهو ما يعني بالنسبة لعامة المصريين أن سحق الجيش للمنافسة يعني نموا أبطأ وأسعار أعلى يجب على صندوق النقد الدولي أن يضع هذا في الاعتبار حيث تأتي مصر تطرق بابها للمرة الرابعة خلال ست سنوات تتوسل للإنقاذ وهي الآن أكبر مدينة للصندوق بعد الأرجنتين هالتقرير فيه جزء آخر بيتكلم عن طيب وماذا عن المانحين ماذا عن المنقذين ماذا عن الدول الشقيقة مثلا اللي طول الوقت بيحاولوا أن هما يدعموا مصر ويساعدوها تقرير برضو اتكلم عنهم وقالك أنه طبعا في دول كتير الدول دي مانحة وبتساعد مصر بشكل كبير لأن هما عندهم خوف ورعب أن ممكن يحصل انهيار في أي وقت في مصر طيب هل مصر مثلا تهمهم قوي كده عشان عايزين أنها تفضل دولة قوية قالك لا هما عندهم أسبابهم قالك مصر دي دولة فيها 100 مليون مواطن 100 مليون مواطن دي أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط كله وبرضو عندها شوية علاقات كويسة كده في الغرب وفي أمريكا والأمور دي كلها طيب لو لا قدر الله المانحين دول شلوا ايدهم عن مصر وحصل غضب داخلي وحصل انفجار لأن دولتي ما حدش بقى يكلمك على غضب ناس غضبانة أي حد بيكلمك بيقولك لو حصل الانفجار قالك لو حصل الانفجار ده ده معناها أن فيه أساطيل من اللاجئين والبشر هنلاقيهم نطوا وجريوا سواء بقى في أوروبا ولا راحوا على دول خليج ودي من الكوابيس دي من الكوابيس اللي طول الوقت ونجح الحقيقة النظام المصري أنه يصورها للغرب أن يعني أنا لو شلت أنا لو مش موجود في البلد أنتوا عندكوا كارثة اسمها أن المصريين دول هيسيبوا بلدهم ويجوا يعودوا عندهم فده أكبر التهديدات اللي بيستخدمها النظام المصري للدول الأوروبية طول الوقت فعشان كده يعني رغم أن التقريب يقولك وده يعني أنا تخاوف مش منطقي المخاوف دي مش حقيقية لكن فعلا نجح النظام أن هو يوصلها للدول الأوروبية أنها واقع حقيقي هيحصل لو أنا بقيت بعيد عن النظام من ناحية تانية بيقولك أن الدول الخليجية اللي هي الدول اللي كانت بتساعد النظام واللي وقفة جنبه والحلفاء والكلام ده بقوا بخلة قالوها كده بخلة مع النظام المصري بشكل كبير ويعني مش بقى عندهم حالة إحباط لأنه هم أنفقوا وبسخاء على مصر لكن ما شافوش ده بشكل حقيقي موجود وطول الوقت طول الوقت مصر بتطلب أن يبقى في دعم ليها من دول الخليج فعشان كده هم شايفين أن صندوق النقد بقى الدولي هو للمفروض يلزم الحكومة المصرية أن هي تبدأ تشيل الاقتصاد من يد القوات المسلحة في التقرير تسمعوها نزع السلاح من الاقتصاد بمعنى أن نشيل القوات المسلحة من الاقتصاد ويبقى فيه ناس بتشتغل وناس عندها مشاريع وناس بتكسب وناس بتبيع وناس بتشتري ويبقاش كله رايح ليه صندوق مجهولة لأن الخليج تعب الأوروبيين بقوا مخلاص مجهدين وخايفين كمان فعشان كده لكن في كل الأحوال الوضع ده مش هينفع أنه يستمر بهذا الشكل فالمفروض أن صندوق النقد يضغط بشوية أكتر من كده ونسمع الجزء دم التقرير وافق نظام السيسي السابق على إجراء إصلاحات مقابل أموال صندوق النقد الدولي بموجب شروط اتفاقية بقيمة 12 مليار دولار أبرمت في عام 2016 خفضت قيمة العملة وقلصت الدعم لكن من الواضح أن السيسي فشل في الوفاء بوعوده بتقليص البصمة الاقتصادية للدولة بموجب أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول تعادت الحكومة مرة أخرى بسحب الدولة والقوات المسلحة من القطاعات غير الاستراتيجية لكن الرجال الذين يرتدون زي العسكري أو الذين خرجوا منه مؤخرا الذين يهيمنون عليه ليس لديهم حافز كبير للقيام بذلك استفاد الكثير هنا بشكل جيد من البحث عن الريع وعلى أي حال في بلد له تاريخ من الانقلابات لن يجر أسوى القليل على تحد امتيازات الجيش يواصل المانحون إنقاذ مصر لأنهم مرعوبون من أنها قد تنهار إذا لم يفعلوا ذلك إنها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط وحليف رئيسي للغرب قد يؤدي انفجار داخلي إلى إرسال أساطيل من اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط هذه المخاوف ليست غير منطقية ومع ذلك فإن دعم نظام يؤدي رفضه للإصلاح إلى جعل مصر أكثر فقرا بشكل مضطرد وشعبه أكثر غضبا لا يمثل وصفة للاستقرار على المدى الطويل حلفاء مصر الخليجيون المحبطون أصبحوا أقل سخاء يجب على صندوق النقد الدولي الآن أن يلزم الحكومة بالتزاماتها ويجب أن تبدأ مصر في نزع السلاح من الاقتصاد أو أن تتوقع مساعدات أقل